جلستان لمجلس الأمة شهدهما الأسبوع المنصرم كانتا متخمتان بعدد من القضايا والموضوعات الملحة ففي جلسة عادية عقدت يوم الثلاثاء وافق المجلس على مشروع القانون بشأن تحديد تعرفة وحدة الكهرباء والماء في مداولته الثانية على أن يعامل المواطن الكويتي الذي يسكن بالسكن الاستثماري سواء كان مالكا أو مستثمرا بالمواطن الذي يسكن بالسكن الخاص شريطة أن لا يكون مستفيدا من الدعم في سكن آخر وعن وثيقة الإصلاح الاقتصادي أكد رئيس مجلس الأمة مرزق الغانم في تصريح اللافت أن الوثيقة رؤى وأفكار حكومية وأن المجلس لا يصوت بالرفض أو الموافقة عليها مؤكدا أن من صوت على براهين تبيح الخصخصة ثم يناقض كلامه السابق الآن يؤكد أن طرحه لا يستند على مبادئ وإنما تحركه الأهواء الوثيقة عبارة عن رؤى وأفكار تراها الحكومة ما يحتاج إلى تشريع يقدم إلى المجلس كتشريع ومن ثم المجلس يستطيع أن يقول قوله سواء بالرفض أو الإيجاب أو التعديل إنما من حاول أن يصور للأسف الشديد لأهداف أين كانت انتخابية وجلات سياسية وأين كان بأن المجلس يريد أن يبيع البلد أو الوثيقة هذه يبيع للبلد أنا أعتقد بالأرقام والوثائق وشفت بعضها اليوم سترون الكم الآخر من الأدلة والوثائق في الجلسة القادمة إن شاء الله مجلس الأمة لا يصوت بموافق أو رفض على وثيقة إنما من صوت على قوانين تبيح الخصخصة في عدة قطاعات ومن ثم يناقض كلامه السابق الآن هذا يدلل بأن الطرح لم يكن مبني على مبادئه وفي جلسة تكميلية عقدت يوم الأربعاء تصدرت مشكلة تطاير الحصى مشهد الجلسة حيث وافق المجلس على العرض المرئي المقدمة من وزارة الأشغال والذي يوضح حالة الطرق في البلاد كما أعلن وزير الأشغال عن إحالة ملف تطاير الحصى إلى النيابة العامة للتحقيق ومحاسبة المسؤولين عنه عندما يرى هذه الشفافية وهذا الوضوح من الوزارة أنها تنتقد نفسها وتقول نعم الخلل عندنا موجود لكن الأخ الرئيس ما وقفنا عند هذا الحد ما إحنا من الناس اللي أيضا ينتقد ويقف عند حدود الانتقاد لا هذا الأمر ما نقول عندنا جلسات هذا الأسبوع تناولت عددا من الموضوعات المهمة التي تتصل بالمواطن اتصالا مباشرا وانتهت بقرارات أمل بها ممثلو الأمة أن يقدم خدمة جديدة أو ينهو مشكلة قائمة مع التأكيد على أن الحكومة في موضع الحساب والمراقبة في كلا الحالين